السلام عليكم هل بإمكانك أن تخمن الدول التي تمنع ذخول مشروب كوكاكولا إليها؟ وهل تستطيع العيش بأحد شوارع مدينة دوندوين في نيوزيلاندا نظرا لخصوصياته التضاريسية؟ لكي تعرف الإجابة عن هذه الأسئلة تابع معنا هذا الشريط ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة مهما بلغت قوة ثقافتنا وغزارة المعلومات التي تتذفق علينا إلا أنه دائما ما نكتشف أننا نجهل العديد من الحقائق والتي تبهرنا عند سماعها وربما قد نشكك في وجودها لا تبحث عن كوكاكولا في هذه الدول قد تجد من غير الممكن عدم توفر هذا المشروب في دولة الماء خصوصا وأن الشركة المنتجة له تعرف بقوة اقتصادها وقدرتها التسويقية فلا يمر يوم دون أن نشاهد إشهارا له على قنوات التلفزيون أو نصادف لوحة إشهارية ضخمة في أحد الشوارع فإذا دخلت إلى أي متجر للبقالة في العالم ستجد قنينات من مختلف الأحجام والمكونات عدا في دولتين هما كوبا والتي حرمت تسويقه داخل أراضيها منذ سنة 1962 وكوريا الشمالية والتي سبقتها إلى ذلك بعشرة سنين وفي المقابل فقد حاولت الأخيرة إنتاج كوكاكولا خاصة بها تسمى ريون جين كولا بنفس مواصفات طريقة التغليف ونفس المظهر إلا أنها بطبيعة الحال لن تمتلك نفس النكهة أهرامات السودان المنسية عند الحديث عن الأهرامات فدائما ما تقترن هذه الكلمة بدولة مصر العربية لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن في السودان أهرامات تفوق نظيراتها في مصر من حيث العدد اتصل لنحو 120 هرما وقد جرى بناؤها في عهد حكام المماليك الكوشية في منطقة واذي النيل والتي تعرف باسم النوبة والمثير للغرابة أن بناء هذه الأهرامات كان مستمدا من العمارة الفرعونية ونفس مراسيم الدفن وإن كانت تختلف في الشكل عن الأهرامات المصرية من حيث حجم القاعدة وزاوية الانحدار النطاقات الزمنية في الصين من المعلوم أن الامتداد الجغرافيا لدولة الماء يترتب عنه وجود نطاقات زمانية متعددة كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتي توجد بها عدة نطاقات نظراً للمساحة الكبيرة للبلاد إلا أن هذا الأمر ليس مطبقاً في دولة الصين الشاسعة والتي تعتمد على نطاق زمني وحيد فتوقيت بيكين هو التوقيت الرسمي وقد تم العمل به لأول مرة سنة 1949 بقرار من الرئيس الصيني موت سي تونغ شيء مربك أليس كذلك التقويم الإثيوبي عند التحذت عن التقويمات فأكيد أنه يتباظر إلى ذينك إما التقويم الميلادي أو التقويم الهجري فهذا الأخير يخص الدول المسلمة وهو يعتمد على حركة القمر في تحديد أشهر الاثني عشر بينما التقويم الميلادي أو ما يسمى بالتقويم الغريغوري والذي تعتمد عليه غالبية دول العالم تحدد أشهر الاثني عشر من خلال دورة الشمس لسنة كاملة وذلك في ثلاثمائة وخمسة وستين يوما أو ثلاثمائة وستة وستين في إثيوبيا الأمر مختلف نوعا ما فأشهر الصنة هناك تصل لثلاثة عشر شهرا تتحدد الأشهر الاثني عشر الأولى في ثلاثين يوما بينما يبلغ عدد أيام الشهر الثالث عشر خمسة أيام أو ستة أيام وذلك حسب السنة إذا ما كانت بسيطة أو كبيسة فهذا التقويم هو ديني كنسي يخضع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأثيوبية ويتعارض مع التقويم الكنسي الروماني في تحديد تاريخ ميلاد المسيح عليه السلام وهو ما ولد فرقا ما بين سبع وثمان سنوات بين التقويمين ولفهم الأمر أكثر فنحن في سنة ألفين وواحد وعشرين ميلادية بينما في إثيوبيا ستجد أن التاريخ هناك يشير إلى ألفين وثلاثة عشر قرية بدون شوارع ليست البندقية المدينة الوحيدة التي تختارق أزقتها القنوات المائية فهناك قرية في هولندا تسمى غيتورن أو خيت هورن بالهولندية هذه القرية لا توجد بها شوارع وإنما قنوات مائية تصل لثمانية كيلومترات لا يتجاوز عمقها المتر ونصف المتر سكان هذه القرية لا يستخدمون سياراتهم في تنقلاتهم اليومية وإنما استغنوا عن ذلك بالمشي أو استعمال الضراجات الهوائية وإن كانت الوسيلة الرئيسية التي يعتمدون عليها هي قوارب صغيرة بمحركات كهربائية وما يميز قرية غيتورن هو سكونها الساحر وخلوها من التلوث وضجيج المدن لذلك صارت قبلة للعديد من السياح الباحثين عن الراحة النفسية أكثر شارع انحضاراً في العالم تعرف مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة المنحضرات اتصل بعض شوارعها إلى 27 درجة وإذا كنت تعتقد بأن هذه الشوارع شديدة لانحضار فعليك بزيارة شارع بادوين بمدينة دوندين بنيوزيلاندا والذي حاز على شهادة جينيس للألقام القياسية كأكثر الشوارع انحضاراً في العالم بزاوية تصل إلى 38 درجة وذلك على امتداد 350 متراً وهو ما يجعل المنازل تبدو كأنها غارقة في الأرض قد يقول قائل يجب أن يكون لسكانه عضلات فخذ قوية تجعلهم قادرين على تسلقه وليس على المشي فيه وأنت أيها المشاهد أي هذه المعلومات التي أثارت استغرابك بشكل كبير شكراً على المتابعة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة